السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفهام عام كلنا نعلم أن أول شيء يجب أن ينتبه له الكاتب هو اختيار النيتش المطلوب الذي عليه منافسة قليلة وطلب كبير فعدم التوفيق في اختيار هذا الأخير يجعل كتبك لا تظهر للمشترين وبما أن معظم الأوفياء للقناة لا يجدون المال للاشتراك في البرامج التي توفر لنا النيتشات ارتأيت اليوم أن أشارك معكم بعض النيتشات الجيدة والتي ستحقق لكم إن شاء الله مبيعات جد محترم إن أنتم اشتغلتم على كتبكم باحترافية ولمن يحب معرفة طريقة إيجاد هذه النيتشات فأنا مشترك في برنامج بوكبولت وأستعمل هذا لامتداد الإكستنسيون الذي يسهل علي العمل وقد قمت بشرحيه في فيديوهات سابقة ولمن يريدوا الاشتراك فستأترك لكم رابط التسجيل في وصف الفيديو زائد كوبون تخفيدي ناقص 20% على كل اشتراك الكوبون هو شوب 2020 إذن سنبدأ على بركة الله إذن إخواني هذا هو النيتش الأول سوف نذهب إلى أمازون لنشاهد يعني عدد النتائج التي سوف يعطيها لنا فلاحظوا معي إخواني 139 نتجة إذن هذا نتش جيد جدا وكذلك في الصفحة الأولى لدينا مبيعات كبيرة تحقق هذه الكتب التي تستعمل نفس النيتش نأتي كذلك لالنيتش الثاني ثم نقوم بكتابته كذلك هنا في مكان البحث ثم بحث انظروا معي إخواني 288 نتجة إذن كذلك هذا نتش جيد جدا واللاحظوا عدد المبيعات الكبير والكبير جدا فإخواني هذه النيتشات فهي مختارة بعناية المرجو منكم استعمالها بالطريقة الصحيحة ثم نأخذ النيتشة الآخر كذلك نقوم باتباع نفس العملية ثم بحث لنشاهد كذلك عدد النتائج التي سوف يعطيها لنا بدوره إذن لاحظوا معي إخواني يعني كذلك 634 نتجة جيدة جدا ومبيعات كبيرة تحققها الكتب التي تتصدر الصبح الأولى هذه دلالات تعطينا بأن النيتش عليه طلب كبير وكذلك يحقق مبيعات جيدة ثم نأخذ النيتشة الآخر كذلك ثم نقوم بوضعه مجددا وبحث فانظروا معي إخواني 459 نتجة جد جد رائعة فإن أنتم أحسنتم استعمالها في كتبكم وكانت هذه الكتب التي أنشأتم احترافية فكونوا على يقين أنكم سوف تحققوا مبيعات كبيرة ثم النيتشة الآخر نقوم بالبحث عليه كذلك يعني هذا هو الحد الأدنى الذي أختار أنا في النيتشة الخاصة به فأنا لا أشتغل على النيتشة التي فيها منافسة أكثر من ألف في النتيجة والتي ليست بها مبيعات في الصفحة الأولى لذلك أخواني هذه نصيحة بسيطة جدا دائما النيتش يجب أن يتوفر فيه شرطين أساسيين أقل من ألف في النتائج وكذلك الصفحة الأولى بها مبيعات محترمة في الكتب المرفوعة إذن وكذلك سوف أقوم بالعمل في جميع هذه النيتشات الأخرى هذه النيتشات الأخيرة يعني الأخيرة وقبل الأخيرة وجدت أن عليها منافسة كبيرة لكن تحقق مبيعات كبيرة فمن يريد أن يقوم بإضافة اسم آخر إلى هذه النيتشات حتى يكون الميكرو نيتش أو النيتش المصغر حتى تبتعد قليلا على المنافسة وكذلك تحقق مبيعات إن شاء الله والآن السؤال المطروح بالنسبة للأشخاص المبتدئين سوف يجدون صعوبة كبيرة في إنشاء المحتوى الخاص بهذه النيتشات لأنه فعلا احترافه بعض الشيء لذلك نصيحة لكم إخواني الكرام سأريكم فايفر وكذلك خمسات يجب عليكم التوجه إلى هذين الموقعين الجميلين فما عليكم إخواني إلا الذهاب واختيار شخص لديه تقييمات كبيرة إيجابية وكذلك يقوم بوضع ثمن مناسب وقوموا بالتواصل معه من أجل إنشاء محتوى خاص لكتابكم ولن تندموا إخواني على هذه النقد التي سوف تضعونها فاعتبرها استثمار فالفكرة التي لا يريد أن يستوعبها يعني الأصدقاء هي أن هذا مشروع والمشروع دائما يتطلب مجهود ورأسمان فلا تدخل أخي الكريم وأنت تنتظر أن تجد كل شيء مجاني ولأريك مقارنة بسيطة فانظر معي أخي الكريم الأشخاص الذين يستعملون الآدسة والإعلانات في أمازون والذي لا يستعمل الإعلانات فهناك فرق كبير جدا فهذا الذي يستعمل الإعلانات فمن طبيعة الحال فله مدخول جيد ومحترم وبالنسبة للأشخاص المبتدئين لا أنصحكم بالبداية بهذا الشكل لكن حبد أن يقوم الشخص بالاستثمار بعض النقود في مثل هذه الأشياء التي سوف تعود عليه بالربح إن شاء الله مستقبلا وبعدها يتفرغ إلى الآدس والإعلانات وأي شيء أراده لأن الاحتراف لا يأتي من الخطوة الأولى لذلك إخواني يعني كما نقول خطوة بخطوة وإن شاء الله سوف يكون الغدو أفضل إن شاء الله إذن إخواني وصلنا إلى النهاية إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول وعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير